سؤال محمد نعود إليه فضل الدكتور نسي ركن من أركان الصلاة مثلاً في الركعة الأولى وتذكر بهذا الركن في الركعة الثالثة ماذا عليه أن يفعل؟ الأول شيء بدنا ننبه ضرورة معرفة ما هي الأركان وما هي الأبعاد أو الواجبات كما يسميها الحنفية الأركان عند الحنفية معدودة أو محصورة تكوير الإحرام، القيام، القراءة، الركوع، السجود التحيات أو الجلوس الأخير معد ذلك يعتبرونه واجبات ويمكن أن يجبر بسجود السهم لكن إن كان الأخ يقصد فعلاً أنه نسي ركناً متفقاً عليه بين الفقهاء أنه ركن يعني نسي القراءة كلياً ما قرأ في الركعة الأولى نسي الركوع في أحد الركعات مثلاً أو نسي سجدة من السجدات هذا ركن فعلاً لأصل أنه إذا نسي ركن أن يعود إليه يعني كل ما بعد هذا الركن أنا الآن فرض نسيت الركوع في الركع الأولى ونزلت إلى السجود قمت تذكرتني أنا ما ركعت يعود فوراً إلى الركوع لكن قالوا إذا استمر النسيان حتى وصل إلى مثل ذلك الموضع من الركعة التالية سقط ما بينهما يعني كأن الركوع في الركعة الثانية يكمل الركعة الأولى واعتبر حاله أنه الآن هو لسه في مرحلة الركوع من الركعة الأولى فنفترض فرضاً وهو نسي الركوع في الركعة الأولى تذكره في الركعة الثالثة نقول ركوع الثاني حل محل ركوع الأولى ركوع الثالث حل محل ركوع الثانية قل له أنت الآن في الركعة الثانية وتابع صلاتك ثم يسود لسه في آخر الصلاة فتح الله عليكم